امرأة ذهبت لعزاء أقاربها فجمعت النساء وأعطلتهم درسا في الأخلاق فهل في ذلك شيء وهل يجوز أن يجتمع الناس ذهبت لعزاء أقاربها فجمعت النساء وأعطتهم درسا في الأخلاق فهل في ذلك شيء وهل يجوز أن يجتمع الناس على درس وموعظة وتذكيرهم بالموت عند العزاء التزام هذا دائما لا يجوز لأن هذا لا دليل عليه التزام أنه يقام درس بعد موت الميت دائما لا يجوز أما إذا فعل بعض الأحيان إذا فعل بعض الأحيان فلا بس النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المقبرة مع جنازة وأدركوا أن القبر لم ينتهي جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه فوعظهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام فإذا فعل هذا في بعض الأحيان لمناسبة فلا بس أما التزامه دائما فلا يجوز هذا نعم